إليسا مصاب بالاكتئاب ما الذي يمكنها فعله؟ هذه إليسا تسكن إليسا مع أختها ووالدتها ووالدها ولديها قطتين تحب إليسا مشاهدة الأفلام القصيرة على هاتفها كثيرا ما تكون إليسا حزينة تضطر إليسا للبكاء أحيانا ولكنها لا تعلم لماذا ولا يمكنها فعل شيء حيال ذلك لا تستطيع إليسا النوم في المساء تفكر إليسا كثيرا إن رأسها ممتلئ إليسا متعبة كل يوم وهي لا تريد الأكل وليست لديها رغبة في المدرسة تتضايق مريم من ذلك يشعر كل شخص أحيانا بأنه حزين لكن إليسا تشعر بالحزن منذ فترة طويلة كما لا تفعل إليسا أشياء ممتعة كثيرة لا تستطيع إليسا الانتباه بشكل جيد في المدرسة وهي تنسى أحيانا ما يجب عليها فعله تبحث والدة إليسا عن مساعدة تجد والدة إليسا أن إليسا قد تغيرت كانت إليسا فرحة دائما وكانت تروي الكثير من النكات الآن كثيرا ما تكون إليسا صامتة وهي تريد أن تكون لوحدها تغضب إليسا بسرعة لا تجد والدة إليسا أن ذلك لطيفا لها وهي تريد مساعدة إليسا تتصل والدة إليسا هاتفيا بطبيب العائلة وتحجز موعدا تذهب إليسا ووالدتها إلى طبيب العائلة يصغي طبيب العائلة بشكل جيد تحس إليسا بالارتياح لأن طبيب العائلة يصغي جيدا لا تريد إليسا أن تشعر بحسن بعد الآن يقول طبيب العائلة أن إليسا يمكن أن تحصل على مساعدة يرسل طبيب العائلة إليسا ووالدتها إلى المعالجة النفسية يمكن أن ينظم طبيب العائلة والبلدية مساعدة للأطفال يسمح للطفل دائما باستحاب شخص إلى الموعد شخص يثق الطفل به تذهب إليسا ووالدتها إلى المعالجة النفسية تساعد المعالجة النفسية الأطفال عن طريق التحدث معهم تعلم المعالجة النفسية الكثير حور شعور الأطفال إذا لم تريد أو لم تستطع التحدث باللغة الهولندية يمكنك طلب مترجم شفهي يساعد المترجم عن طريق الترجمة تتعرف إليسا أولاً على المعالجة النفسية ثم تجري المعالجة النفسية فحصاً وهي تطرح أسئلة على إليسا ووالديها وذلك لكي ترى ما هي المشاكل الموجودة لدى إليسا ثم ستساعد المعالجة النفسية إليسا تسمع إليسا أنها مصابة بالاكتئاب تخبر المعالجة النفسية إليسا أنها مصابة بالاكتئاب إن الاكتئاب مختلف لذا كل شخص كثيراً ما يشعر الأطفال المصابين بالاكتئاب بالحزن وليس لديهم رغبة في عمل أشياء كانوا يحبونها سابقاً لا ينام أو يأكل الأطفال المصابين بالاكتئاب جيداً أحياناً يشعرون أيضاً بصداع يفكر بعض الأطفال المصابين بالاكتئاب كثيراً بالموت ولا يسبب ذلك شعوراً لطيفاً يمكن لحسن الحض مساعدة الأطفال المصابين بالاكتئاب يمكن أن يصاب الأطفال في جميع نحاء العالم بالاكتئاب يمكن أن يصاب الأطفال في جميع بلدان العالم بالاكتئاب هناك أطفال مصابين بالاكتئاب في كل مدرسة يمكن أن يحدث الاكتئاب بسبب أشياء مختلفة يمكن أن تتعرض لشيء سيء في المنزل أو في البلد الذي أنت منه مثلاً أو أن شخصاً من العائلة قد توفي لا تعلم أحياناً لماذا تصاب بالاكتئاب من الجيد جداً أن تطلب المساعدة إذا لم تشعر أنك بحال جيدة تحصل إليسا على مساعدة تساعد المعالج النفسية إليسا وهي تعلم إليسا ما يمكنها فعله لكي تشعر أنها أفضل وهي تتحدث كل أسبوع مع المعالج النفسية تتعلم إليسا التفكير بطريقة إيجابية كما يمنح والدي إليسا والمدرسة نصائح لمساعدة إليسا تسير أمور إليسا بشكل أفضل تحس إليسا بالارتياح عند التحدث مع المعالج النفسي تسير أمور إليسا بشكل أفضل بفضل المساعدة تنام إليسا بشكل أفضل وهي لا تزال تشعر بالتعب قليلا لكن إليسا تستطيع الآن الانتباه بشكل أفضل في المدرسة كما تفعل إليسا أشياء ممتعة إليسا سعيدة لأن والديها يساعدانها أيضا ترجمة نانسي قنقر